لا يمكن الاتكال على أي ضمانات تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية أعطي مثلا مثال صغير تحدثوا عن الرصيف العائم الذي برر وجوده وبناؤه وبرروا حتى التكلفة العالية لبناؤه وفي ظروف حرب من أجل الإغاثة الإنسانية ثم استخدموه في العملية العسكرية أي ضمانات المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتكل على أي ضمانة استخدموا الرصيف وشاحنة مساعدات المقاومة لا يمكن ولا يجب أن تتثق بأي نوع من أنواع الضمانات تقدم الولايات المتحدة الأمريكية والمقاومة باتت تملك القدرة على أن تفاوض بطريقة لا تخدع فيها خصوصا أنها تتعاون مع أطراف أخرى هذه الأطراف أيضا تملك خبرة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القيان الصهيوني وفي عملية تفاوضية الآن موجودة يعني جبهات المساندة أيضا جزء من عملية تفاوضية لأنه يعني استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان واستمرار عمليات البحر الأحمر خلق واقع جديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للكيان الصهيوني لا شك طبعا ولابد أن نذكر دائما الثمن الكبير جدا الذي يدفعه الفلسطينيون ويدفعه اللبنانيون في جنوب لبنان ولكن في المعنى العسكري لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحقق ما يريد لم يستطع أن يحقق الردع في جنوب لبنان ولم يستطع أن يحقق أيضا أهدافه في داخل قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر